العراقيون في ألمانيا يواجهون خطرا محدقا يتمثل بإعادتهم قصريا إلى جحيم حكم الميليشيات في العراق موقع انفو ميغرانتس المعني بأخبار اللاجئين كشف عن اتفاق سري بين الحكومة الألمانية وحكومة السوداني لإرغام آلاف العراقيين المقيمين في ألمانيا على العودة إلى بلادهم الاتفاق السري جاء ثمرة زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى بغداد في شهر أذار الماضي ومن بعدها بدأ العراقيون يواجهون عمليات ترحيل وتضييق ورفض لتصاريح الإقامة بمبررات لا تنسجم مع الواقع اتفاق ترحيل العراقيين من ألمانيا كشفت عنه أيضا قناتين NDR وWDR الألمانيتان أثناء تسليطهما الضوء على غياب الحقوق والحريات والاعتقالات التعسفية والتعذيب وعمليات الخطفة التي تقوم بها الميليشيات في العراق منظمة الهجرة الدولية تصف الاتفاق بأنه رمي للمهاجرين العراقيين إلى المجهول بإعادتهم إلى بلادهم دون أن تكون فرص الحياة مفتوحة أمامهم في بلد تعيش فيه الغالبية العظمى من الشباب تحت وطأة البطالة فيما ينخر الفساد المؤسسات الحكومية اتفاق يمثل نكسة إنسانية ووصمة عار في جبين الحكومة الألمانية بحسب وصف منظمات معنية بحقوق المهاجرين وتكمن المعضلة الحقيقية بحسب مراقبين في استمرار المجتمع الدولي بالتعامل مع الحكومات في العراق على أنها حكومات شرعية تلتزم بالقوانين الدولية رغم أن الواقع يؤكد أن العراق لا يزال يعيش فوضى عارمة منذ عشرين عاما وتحكمه على الحقيقة ميليشيات مسلحة تتعامل مع المواطنين على أساس طائفي وتقمع كل من ينتقد فسادها واستبدادها